والصلاة والسلام على رسول الله اليوم ودنا نعطي لمحة من حياة الصحابة وبنتكلم عن صحابي جليل الأول هو عبدالله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا عبدالله بن عباس من علماء الصحابة وصابته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعا الله سبحانه وتعالى أنه يفقه في الدين ولقب بحبر الأمة طبعا هو عالم جليل من علماء مو بعصره من علماء الأمة واشتهر بعلم التفسير وهو بحر من بحور العلم ومن القصص له عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن كان عمر رضي الله عنه يقرب في المجلس في عصر خلافته وكانوا بعض الصحابة يعني يستغربون هذا وراء عمر رضي الله عنه في وجههم ذلك فجاء يوم عبدالله بن عباس رضي الله عنه وكان جالس معهم فقال عمر رضي الله عنه للصحابة أبيكم تفسرون صورة إذا جاء نصر الله والفتح وش تفسيرها ففسروها الصحابة أن فتح الله لهم مكة وأن الفتح بشرة ومن هذا التفسير فقالوا يا عبدالله بن عباس ما تفسيرك أنت لهذه الصورة وهذه الآيات فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنه هذه الصورة دليل ودلالة تامة على قرب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا كيف يا عبدالله بن عباس رضي الله عنك كيف فسرت هذا التفسير فقال الصورة آيات الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الاستغفار دائما يأتي بعد العبادات فحنا نستغفر بعد الصلاة بعد العبادات وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام حياته كانت عبادة فلما أمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار فهذا دليل تام على انتهاء هذه العبادة وقرب وفاته فطبعا ومن علمه الغزير كان مرة من المرات تجمعوا عليه الناس وكل يبغى يبي عنده مسألة فدخل بيته رضي الله عنه وقال وش عند الناس هذه قال المولاه وش عند الناس قال كل عنده مسألة فقال لمولاه اخرج للناس وقل لهم خادمة ومولاه اللي هو خادمة فقال اخرج وقل اللي عنده مسألة في القرآن يجي فاصطق المجلس كله واجاب على كل مسألة ثم قال فرغتهم قالوا نعم قال اخرجوا واخرج مولاه قال قل لهم اللي عنده مسألة في الاحاديث يجي وفجوا ناس واجد واجاب على جميع مسائلهم ثم اخرجهم قال ادعوا لي من عنده يبغى في علم الانساب وجو ثم اخرجهم بعد ما انتهت مسائلهم قال ادعوا لي من يبغى في الشعر والادب فهو كان بحر بل كان جامعة رضي الله عنه طبعا هو كان مستشار للصحابة والخلفاء الراشدين ولد في سنة ستمية وتسعة عشر ميلادي وتوفى في السنة ستمية وثمانية أو سبعة وثمانين بعمر يناهز الستة وثمانين عام وهذا وصلى الله وسلم على محمد تمانية وستن عام في وفاته وفاته كان يناهز تمانية وثمانية وثمانين عام كان وستة وثمانين تاريخ الوفات تاريخ ميلادة ستمية وتسعة عشر ميلادي وتاريخ ووفاته في التاريخ الميلادي ستمية وسبعة وثمانين العمر يناهز ثمانية وستين عام هذا وصلى الله وسلم على محمد Elektronik شكرا